صباح العربية مستمر معكم أعزائنا المشاهدين وهذا البرنامج بالأرقام إحصاءات طوال سنوات عرضه نحو 18 عاماً مرت على عرض الحلقة الأولى من برنامج صباح العربية والذي بدأ في تاريخ التاسع من يوليو لعام 2005 أكثر من 4000 حلقة قدمها موضع صباح العربية على الهواء مباشرة والتي احتوت على عشرات الألاف من المواضيع المتنوعة ما يزيد عن 24 ألف ضيف حلوا على برنامج صباح العربية بين المجومين وفنانين عرب وأجانب أطباء ومهندسين وإخصائي تجميل والكثير من الناس العاديين بقصص غير عادية وما يزيد عن 250 مقطع من صباح العربية حقق أكثر من مليون مشاهدة على مواقع التواصل الخاصة بشبكة العربية وبرنامج صباح العربية وخلال عشرين عاماً الماضية مرت صناعة الإعلام بتغييرات من كان يتوقع عام 2003 أن الناس ستتابع التلفزيون على هواتفهم ومن كان يتوقع أن يحول التواصل الاجتماعي أشخاص مجهولين في البلدان النائية إلى نجوم عالميين أحب الملايين فكرة الأصوات البديلة وصناع المحتوى على وسائل التواصل أصبح هناك برامج يتابعها الملايين ووجودها رقمي فقط حلقاتها تعرض على الإنترنت بشكل حصري في ظل هذه المنافسة تأقلمت وسائل الإعلام التاريخية وأصبحت قناة العربية مثلاً ثاني أكبر القنوات على شبكات التواصل عالمياً من حيث عدد المشاهدات ترجمة نانسي قنقر